قهوة العدلت معكم اليوم راعيني إذ هي نقدمها لكم بالصحة والراحة بالنسبة لطريق الفريزنتاسيون ممكن نقدمها عادية جدا مباشرة من الطيب نصبها في الطاس ونحطها ونرافقها مع السوطاس ومع السكر يا إما نعدل هاي الطريقة كيف كتشوفوا في القهوة وكيف يبرسوها في القهوة نعدل هاي الطريقة السهلة جدا يا إما نبريزنتيها هون مع الحليب قهوة وحليب ونقدمها مع بتيبان ومع خبز ومع اشي الفطول فالله عجبتكم حلقة ديه اليوم عدلوا لي جيم وابونوا فيما شين واني بكم اتمنى تفهموا طريقة الحفاظ توصلكم الفكرة ديه الطريقة الحفاظ الى القهوة في البيت بالنسبة لهاي الفكرة ديال هاي الرغوة اللي كتعطي واحد جمالية واحد ديكوراسيون الكاس وكتشهيك فانك تشرب الكاس وانتي تلذي بالقهوة وبما ذاقها سهلة جدا إما بهذه الماكينة هذي ضبراي هذي اللي نعتلكم شريتها نوبافيته في فيديو سابق مشترياتي ديال شريت في اسبانيا اما بالنسبة للناس العادي اللي ما عندهم صحق امكانيات والله مهم بالنسبة للانسان العادي في الدار يكفي انك تقضي بوش كيف شفته بوش تعدلي فيها قهوة سريعة الذوبان وتدري فيه كاس من الماء وكاس من نصف كاس من الماء وتميت خضيات خضيني تعد تعطيك الرغوة كيف شفته كيف شفتوها ها هي شفتوها سوف نخليلين نصب قهوتي ونعصر شوي من هيك الرغوة الفوق وبصحة والرحة واني بكم وإلى حلقة قادمة نهتس